مرة أخرى يثبت سيد رئيس الوزراء أن هناك ملفات حكومية لا ينفع أن تدار من وراء مكاتب ينبغي أن تكون هناك جولات ميدانية ينبغي أن يكون هناك اطلاع على حجم المشكلة ومعالجتها وبالتحديد كانت زيارته لمركز السيطرة الوطني المركز الذي يعنى بأحمال جميع محافظات العراق معالجة الاختناقات رسم الصيانات الدورية والطارئة للوحدات التوليدية معالجة الاختناقات الموجودة كان أول رئيس وزراء يزور هذا المركز ويعنى بالجزئيات دون الكليات يعنى بما تم تنفيذه من خطة من قبل 16 والآن كان هناك خطة سريعة ومعدة لفصل الصيف ستنجز إن شاء الله 1.5 ستكون جاهزة لأن تعمل بالتالي تم شرح جميع ما عملت عليه الكهرباء من صيانات من معالجة اختناقات من تحقيق وثوقية ارتباطات لخطوط النقل بين المحافظات من نصب محطات ثابتة ومتنقلة من استحداث مغذيات وحتى توفير قطع الغيار للشبكة والعقود ونصب الدورات المركبة وما أقر مجلس الوزراء من المضي بإنشاء المحطات الحرارية أيضا تطرق السيد رئيس الوزارة بعناية وهذه دلالة على أنه يعيش هموم المواطنين ميدانيا إلا جملة موضوعات كانت بأولها مراعاة انقطاعات أول الشهر وآخر الشهر وكيفية معالجة هذا الإخفاق من قبل وزارة الكهرباء على غرار الزيارة مباشرة أعزي سيد وزير الكهرباء بما يلي أولا ربط جميع المحطات سواء كانت الطرفية أو الوسطية بمنظومة اسكادة منظومة تراقب الأحمال الكترونيا تراقب أي تلاعب بالبرمجة مضاف إلى تشكيل فرق تحقق زيارات ميدانية ومفاجئة للمحطات تطلب أحمال المحطات وحتى نوع العوارض اللي يصير على بعض شبكات التوزيع تدوير المشغلين ما بين المحطات كل ثلاثة أشهر حتى ما تصير محسوبية ومنسوبية داخل المناطق ومحابات منطقة دون أخرى مضاف إلى ذلك كان هناك إجراءات صارمة قانونية وإدارية تخذتها وزارة الكهرباء لمنع تبادل التغذية أو توحيد المرمجة للمغذيات المتقابلة والمتداخلة للشبكات بالتالي سيد رئيس وزراء ووقف على هذه المشكلة وانتظر أن تكون هناك تقارير ترفع لمكتب سيادته بشكل يومي وإن شاء الله سيصار إلى طبعا هذه الحالة لا ترقى أن تكون ظاهرة هي موجودة فعليا بل لكن الوزارة من خلال توجيه سيد رئيس وزراء ستنسعى إلى القضاء على ترك الظاهرة وحتى فتح منافذ شكاوى للمواطنين وإرقام ساخنة لرصد مثل هذا سنسألك عن خاصة موضوع الشكاوى وموضوع مهم جدا تقريبا في نهاية اللقاء هنا المواطن سيدي يريد أن يعرف بالضبط ما يعني هو مدى وحجم تجهيز الكهرباء هل ما مدى تجهيز الكهرباء كل الأيام المقبلة هل سيتزايد وخاصة ذكرت حضرتك ستبدأون من واحد خمسة بتطبيق الخطة نعم شوف أستاذ غسان هو واحدة من جملة الملفات التي اعترضها رئيس المزارع باستعراضه يوم أمس هو معالجة الثقب الأسود للكهرباء ستقول لي على أي نحو نعم أولا الالتفات إلى حجم مشكلة الغاز التي هي مطب الكهرباء بكل سنة وما هي الإجراءات الحكومية التي اتخذتها بحالة جولة التراخص الغازية قبالة النفطية واستغلال حقه للغاز كيف عولج من خلال القرارات الحكومية والجهد الميداني لوزير الكهرباء رفقة وزير النفط حققنا زيارات ميدانية وزير الكهرباء ووزير النفط ولأول مرة ستذهب أستاذ غسان تعمل محطة عكاز على الغاز الوطني الحر بوحدات تولدية 2 نعم بالاستضافة بمكلب الأسبوع الماضي كنت تتحدث عن تشغيل وحدة العامة وحدتين بالعمل على الغاز الوطني الحر أثمرت هذه الجولات والإناية الحكومية عن تشغيل محطة ميسان الغازية والاستثمارية على الغاز حلفاء الوطني تحدث من الاستيراد أستاذ أحمد؟ يعني شغلت قرابة 3800 ميجاوات جديدة للمنظوم أنا أتحدث عن ميسان الغازية والاستثمارية 1400 أتحدث عن عكاز هو عبارة عن 375 ميجاوات وأتحدث عن ثمين وحدات توليدية بمحطة جنوب بغداد الغازية أيضا شغلت على الغاز الوطني وهذا لأول مرة ستة أنا ليش أقول؟ اليوم نحن نتعامل مع رئيس حكومة يعج جزئيات وتفاصيل هو يعرف حفوًا من جنابك يعرف أنه حجم الصب اللي موضوعه بشارع إذا قد تأرق المواطنين حجم الازدحام إذا قد يأخذ الناس يعني يعني تصدف تفاصيل الحياة اليومية والشهر يعني يعرف انقطاع أول الشهر وآخر الشهر بحيث أنت تشغيل شنو كانت الإجابات حول هذا الموضوع بالتحديد؟ يعني الإجابات هي طبعا حقيقة موجودة هذه الظاهرة موجودة بس ما ترقى أن تكون ظاهرة عمومية بكل المحافظات ستذهب لي حتى الشكل جاوبنا السيد رئيس الوزراء اليوم المنظومة بها تردد يعني تردد بـ under frequency قبالة نقص الإنتاج يضر المنظومة زيادة الإنتاج من دون تصريف الأحمال أيضا يضر المنظومة بالتالي شرحنا البعد الفني بحالة أنه يتم إطفاء جميع المغذيات حتى تلم من الناس طبعا حالات التواطئ موجودة ستحد الوزارة منها بشكل كبير وحتى من خلال تقارير يومية وزيارات ميدانية لكل من وزير كاربا ونزول سيدي ستكون التجهيز 12 ساعة ستزيد أم تبقى 12 ساعة بالتأكيد مثل ما زاد قبالة أنه وجه الشكر يوم أمس رئيس الوزراء لملاكات وزارة كاربا على أداء واجفهم بخطة نجاح خطة شهر رمضان سيستمر تحسن التجهيز وقطعا سيكون مختلفا عن الصيف الماضي ليش؟ لأن اليوم الكاربا حققت زيادة بمقدار 3500 ميجاوات عما حققتها بالعام الماضي بالتالي هل سيحقق استقرارية لساعات التجهيز حلينا مشكلة الاختناقات اللي كثيرا ما تطفى تجهز الناس بخمس دغائق وتطفى هذه المشكلة ايضا انتهينا من حلها باعتبار أهلنا مسارات الخطوط ومسارات المغذيات وايضا استحدثنا مغذيات جديدة طبعا الزيارة عنت بجزئية أخرى استضغسان وهي مهمة اللي هي إشعار المواطنين إلى أن الكهرباء السلعة تستدعي صرف مبالغ طائلة وكبيرة من قبل الدولة كون ينبغي أن يلتفت إليها الناس ولما أقول الناس ليس المواطنين الفقراء أقصد المنشآت الحيوية الصناعية الاستثمارية التجارية هي ما يؤرق الشبكة ومن ثم دعا وزارة الكهرباء أن تمضي جديا لتعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات وتقنين الاستهلاك سبه رسائل توعوية من خلال الإعلام وقناتكم أو من خلال زرع الثقافة والوعي واستمهال الروح الوطنية لدى المواطنين طيب من خلال زيارة رئيس الوزراء ما هي أكبر التحديات التي قدمتموها إلى رئيس الحكومة وهذه التوجيهات توجيهات رئيس الوزراء منذ أي وقت ستبدأ الجباية يعني هذه الحوكمة كل هذه الإجراءات جملة التوجيهات بدأت منذ اليوم الأول لرئاسة هذه الحكومة باعتبار باليوم الثاني رئيس الوزراء زار مقر الوزراء بدأت بتذليل تحديات الوقود سواء كان غاز مورد أو وطني يعني اليوم أنا لما تحدث عن محطات تشتغل على الغاز الوطني هذا ما ألفنا ما كان موجود ما كان هناك حكومية بخطة الوقود والغاز لصالح المحطات ما كان عندنا حقود توقع مع شركات عالمية تنصب محدات تشتغل على الغاز المصاحب هذا لي أول مرة نألفه هذا واحد الحجم منح الصلاحيات للسيد الوزير وحتى للإدارات العامة حجم تخصيص منح طوارئ بغياب الموازن اليوم أنا نتحدث عشرين أربعة موازنة ماكو هذه منح الطوارئ اللي خصصت من رئيس الوزراء لملف كاربا ساعدتنا كثيرا على انضاج الخطة الآنية السريعة للكاربا مضاف مضاف إلى ذلك أن مشاريع التحول الالكتروني بالشبكة الكاربائية تأكيدات حكومية على ذلك لأن تنظل كاربا انتهت من إعداد بروفايلات تجارية واقتصادية وفنية وقدمت إلى مجلس الوزراء سنسعى إلى تطبيقها طبعا بمناطق منتخبة نرى نجاح التجربة من ثم تعمم على عموم العراق ترجمة نانسي قنقر